اشتركوا في القناة تشهد مناقشات معمقة حول العمل الجمعي لمواجهة تغير المناخ والترويج لمؤتمر كوب 28 المقرر عقده في الإمارات خلال نوفمبر وديسامبر واشنطن ترى أن بكين بحاجة إلى تكثيف أهدافها لخفض انبعاثات الكربون عام 2030 والوصول إلى صفر انبعاثات عام 2060 بعدما أصبحت الصين أكبر مصدر للوقود الأحفوري نظرا لكونها تواصل العمل به وتستمر في بناء محطات الطاقة التي تعمل بالفحم وفي ضوء الاعتماد الصيني على الوقود الأحفوري قاومت حكومة تشي مساعي إلغاء العمل بمحطات الفحم بذريعة أن الصين لا تزال دولة نامية ولا ينبغي إخضاعها للمعايير البيئية التي تسري في الولايات المتحدة والاقتصادات الغربية الكبيرة الأخرى زيارة كيري الحالية إلى بكين تعقب زيارة لوزيرة الخزنة جانت يلن التي دعت الصين للتعاون في ملف تغير المناخ والتحديات العالمية الأخرى وعدم السماح للخلافات التجارية وغيرها بإخراج العلاقات عن مسارها وخلال الشهر الماضي توجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى بكين حيث التقى الرئيس الصيني تشي تشينج بينج وأعلن الموافقة على الدفع باتجاه استقرار العلاقات الأمريكية الصينية التي توصف أنها شديدة التدهور لكن زيارة ذاتها شهدت مغادرة كبير الدبلوماسيين الأمريكيين بكين خاملا رفض المطلب الأمريكي الأكبر بشأن تحسين الاتصالات بين جيشي البلدين وهكذا تأتي زيارات المسؤولين الأمريكيين الأخيرة إلى بكين محاولات ضمن جهود إحياء العلاقات التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود بسبب الخلافات حول التجارة والتكنولوجيا والأمن الإقليمي خلافات دفعت بكين لقطع مناقشاتها بشأن المناخ مع واشنطن في أغسطس الماضي بعدما أغرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي أنذاك نانسي بلوسي زيارة إلى تايوان وكانت سببا في إثارة غضب كبير في الأوساط السياسية الصينية